يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات الأبطال طبعا وعلشان ندخل في الموضوع على طول النهاردة الحقيقة حلقة استثنائية جدا جدا من برنامج الأبطال هنحتفل بيها الحقيقة وفيها بنجمات وملكات السلة اللي قدروا ان هم يتوجوا بربعية رائعة في هذا الموسم الفرقة دي الحقيقة بدأت الموسم بشكل ما كانوش هم المخططين له أو ما حلفهمش التوفيق في بداية الموسم وخسروا دور المرتبط بس على طول يعني زي ما بدقول كده لملموا أوراقهم وقفلوا على نفسهم وركزوا في اللي جاي بعد كده وقدروا يفوزوا بقى يعني أو يسقروا وخلاص قرروا ان هم ياخدوا الأربع بطولات اللي جايين وده اللي حصل فعلا سواء كأس السوبر وبعد كده الفوز طبعا بقى بطولة منطقة القاهرة وبعد كده بقى بنجوع يعني لسه جايين بقى بنجمع قوتنا والجمهور بيطالب بالبطولتين اللي بعد كده فحصل ظرف عائلي لوحدة من أهم لعبات مصر يمكن برضو النادي الأهلي زي ما احنا عارفين بمن حضر كوة الفريق وصلابته كانوا في المعاد وقدرنا ان احنا نفوز بالبطولتين المتبقيين وهم كأس مصر ودور السوبر علشان نكون بقى حققنا ربعية مكتملة مهمة جدا شفنا فيها انضباط وانسجام كبير جدا ما بين اللاعبات والجهاز الفني الحقيقة النهاردة احتفالنا بيهم هيكون احتفال كبير لان هم ما يستحقوا ده لانه قدوا الحقيقة ده كبير جدا بالو مجهود كبير جدا عشان يوصلوا لهذه الربعية ودايما لما احنا بنبقى مقافلين موسم مكتمل بعد كده بيكون الموسم اللي بعده اصعب وده اللي حصل حقيقة الموسم ده وعشان كده هنحتفل سوا النهاردة بيهم ولازم طبعا نشكر المحترفة البولندية لليان واللي قدمت معاهم بطولتين يعني على احسن ما يكونوا على احسن شكل وكانت فعلا مثال للمحترف اللي قدر ان هو يشيل ويساعد فريقه الحقيقة خلينا اقولكم ان النهاردة احتفالنا هو احتفال مستحق بهذه الفرقة خاصة ان الفريق ده زي ما انا قلت بذل مجهود كبير جدا علشان يوصل لربعية دي وعد الجمهور والحقيقة ان هم وافوا بوعدهم وعلشان كده دايما احنا بنقول حتى لو بداية الموسم ما كانتش موفقة ولكن بعد كده الموسم الحقيقة كان موسم ولا اروع وده اللي دايما بيميز النادي الاهلي ودايما بيخلينا نقول ان دايما الاهلي قمة النادي الاهلي ما ننساش وعوده الاهلي ما بينساش جماهيره النادي الاهلي ما بينساش مباده وتاريخه الصابق هو ده النادي الاهلي سلمة بعدها سلمة بيطول الاهلي السماء ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولات قطولات عمالية مليت شرف اللي انتماء الاهلي القمة بيطول الاهلي السماء في السنة شوف كام بطولة حققنا مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقر عالمي وقدرنا نعدي بعيدة عن اي وقرنا ومنتهي المسألة مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقر عالمي وقدرنا نعدي بعيدة عن اي وقرنا ومنتهي المسألة الاهلي القمة اسمه على مسماء اهلي وفتمي بتشكيع وبتباه هتزد وتعلي هحسب لي وقلي بس انا شوف كام بطولة حققنا مرحلة اشتركوا في القناة